هل فعلا قد نتجه إلى ضربة أمريكية إسرائيلية للمفاعلات النووية الإيرانية في ظل هذه التطورات الجديدة؟ هل تعتقد ممكن أن نصل إلى هذا السيناريو؟ يعني رغم كل المعلومات الآن الموجودة والتقارير العسكرية والسياسية تحدثت عن هذه المناورات الأمريكية الإسرائيلية في منطقة جنود تل أبيب إنما أعطت حالة من الاهتمام وحالة من التصعيد الإعلامي في هذه المناورات التي هي الحقيقة المناورة الثالثة خلال عام واحد وهي تعتبر من أوسع وأهم المناورات خلال عقدي من الزمن لماذا؟ لكمية القطاعات العسكري المشاركة بها وبالتالي تحويلها من مناورات جوية إلى مناورات برية وبحرية أيضا واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة المتطورة واستخدمت فيها أيضا السفن البحرية والغواصات البحرية وكذلك الوصف العسكري لهذه المناورات التي تلقته التقارير أيضا هناك القاذفات النووية التي رسمت أو التي حملت على طائرات F-15, F-16, F-18, F-35 وF-52 هذه كلها عوامر رئيسية أعطت أهمية لكون الهدف المعلن والرسم الهدف أو الخطة المعلن أنه هي ضرب إيران يعني وضعت الخطة والمناورة هي لعنوان التمرين ضرب إيران لكن هل نحن الآن أمام حقيقة أن الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة ستسعى إلى ضرب إيران؟ هل هناك إمكانية لذلك؟ ليس من الإمكانيات أن نتحدث العسكرية أو الإمكانية التقنية لكن الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة العربية أو الشرق الأوسط أنا أرى أن هناك ثلاثة عوامر رئيسية قد تؤخر هذه الحالة أو تكون من ناحية العدم أولا أن منطقة الشرق الأوسط الآن فيها كثير من الاختلافات في الرؤى السياسية واختلاف سياسي وتجاذبات سياسية تبتعد كل منها وأقصد بها بين الدول الكبرى التي لا تسعى إلى إقامة أو توجيه بإقامة مواجهة عسكرية في هذه المنطقة الحيوية خاصة طبعا نحن الآن نشاهد أن المنطقة هي تتعلق بموضوع الطاقة والطاقة عنصر أساسي والمحافظة عليها تبع المصالح جميع الدول مما بيها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول الأوروبية فإذن الآن أي مواجهة في هذه المنطقة المهمة من العالم وهي منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية سيؤدي إلى ليس حرب عسكرية ومواجهة عسكرية وإنما إلى ضرب إلى المغزون الأساسي للطاقة ومنع التصدير الرئيسي إلى أوروبا وبالتالي هذا لا يمكن أن تتحمله جميع الأطراض خاصة ونحن في مواجهة مستمرة مع النزاع الأوكراني الروسي النقطة الثانية أنه ليست هناك تغطية وأوروبية أمريكية لهذه الضربة وهنا أقصد بذلك ليست هناك إمكانية لدفع بهذا الاتجاه وبالتالي ليست هناك موافقة ضمنية لهذه العملية خاصة وأن جميع الأطراف الأوروبية والأمريكية تريد الحفاظ أيضا على كثير من المسويغات الحوار القادم إن كان أو أجل مع النظام الإيراني في موضوع البرنامج النووي وهذا لا يمكن أن يخدم جميع الأطراف للبصالح الموجودة الأهم في ذلك أن جميع الأقوبات التي أعلنت خلال الأسبوع الماضي فيما يتخلق بالحرس الثوري الإيراني وقرار البرلمان الأوروبي بحالته إلى قائمة النظام الإرهابية ووجود أكثر من أقوبات على 37 شخصية عسكرية وسياسية إيرانية من قبل الدول الأوروبية كانت تحديدا على النظام يعني تحديدا فيما يتعلق بموضوع سببه الرئيسي قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة وصواريك وهذه الطائرات المسيرة هي التي مسؤولة عن إدامتها ومسؤولة عن تفعيلها داخل إيران الحرس الثوري الإيراني يعني ليس هو السبب أنه ما دعم إلى نضال أو ثورة الشعب الإيراني أو تحتجاجات إذن هناك فاصلة مهمة أن هذه العقوبات أو هذه المناورات ليس الغاية من عدها إسقاط النظام وإنما فقط وليس دعم التظاهرات لكن هذه العقوبات تختص بالأجهزة الأمنية وتختص بالحرس الثوري الإيراني وليس دعم إلى الثورة الإيرانية إذن مجمع هذه الأحداث من الممكن أن نستبعد أن هناك عملية مواجهة في اللحظة الحالية أو عملية أن تكون هناك عملية عسكرية ضد إيران أو استهداف لمنشآتها النووي ولكن من الممكن أن تستمر أمريكا في موضوع حصارها الاقتصادي الأكثر وحصارها السياسي وإنزال كثير من العقوبات على القيادات العسكرية والأمنية في جميع قطاعات القيادة الإيرانية كذلك الإسرائيل ستسعى إلى ماذا؟ تسعى إلى استمرار عملياتها السرية الداخلية داخل العمق الإيراني وكذلك استهداف المواقع الخاصة إلى الإيرانية داخل الأراضي السورية ولبعض فصائلها وميليشياتها وهذا يعني مستمر بذلك تستمر هذه الحالة بهذا المستوى ولذلك نستبعد الحالة العسكرية الكوبا ترجمة نانسي قنقر